برأيك ما الذي يمكن عمليا أهلا و مرحبا ما الذي يمكن عمليا أن يقدمه مثل هذا القانون في حال لو طرح فعلا و رأى النور شكرا جزيلا هو الحقيقة أنا أعرف أن هذا المشروع القانون موجود في البرلمان كان يناقش في الدورة الماضية قانون الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص أنا اليوم أستغرب أنه عاد مرة أخرى إلى الحكومة من أجل طرح مرة أخرى هذا قانون الشراكة بالتأكيد رح يتيح للقطاع الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي بالدخول بشراكات مع وزارة الصناعة مع وزارة الصحة في كثير من معاملها وبالتالي ممكن أن يعاد تأهيل هذه المصانع و هذه المعامل المتوقفة منذ 2003 متوقفة قسم منها أصابها الضرر الكبير قسم منها ادمرت القسم الآخر خطوطها الانتاجية مثل ما أشار سيد الوزير قديمة ومتهالكة فأنا أعتقد أنه الأصلاح الاقتصادي أنه مو فقط نحولها إلى ونعلنها للشراكة بقدر ما أنه هذه المشاريع يفترض أن تكون فرصة استثمارية ناجحة للمستثمرين حتى يدخلون بهذه الشراكات لأنه أنا أذكر جيدا منذ عام 2004 تم الإعلان عن هذه الشراكات وفي عام 2010 أيضا كل وزير صناعة كان يأتي إلى الوزارة كان لديه برنامج قسم منهم كانوا يدعون إلى الشراكة وقسم آخر إلى الخصخصة وقسم آخر إلى بيع والتخلص من القطاع العام وأحد الوزراء كان يدعو إلى تشغيلها وعادة أهله المشكلة سيد العزيز هي مو فقط التحديث نحن مشكلتنا الآن واحدة من الأسباب التي أخفقت الحكومات السابقة في منحها كفرص استثمارية أن هذه المصانع بها عشرات العاملين أكثر من طاقتها بثلاث أو أربعة أضعاف في العدد وهؤلاء لا توجد آلية في كيفية التعامل معهم يعني هو معمل يحتاج إلى مئتين أو تثبت عامل لكن دكتور دكتور هناك سؤال يطرح على مدى عشرين عاما لماذا ظل القطاع الصناعي في العراق في سباك مستمر حتى الآن وأنا أعتقد هذا جزء من البرنامج أن أظهار هذه المشاريع خاسرة ليس فقط في القطاع الصناعي وإنما حتى في القطاع الزراعي وتخلفها بشكل كبير ثم بعد ذلك أنا معلوماتي أن كثير من الكتل السياسية كثير من الشخصيات كانت طموحة أن يذهع على هذه المعامل وتستحوذ عليها بصيغة الاستثمار بصيغة الاستيلاء وهو السبب الأساسي في إفشاله لأنه كانت كثير من المعامل قسم منها كانت معامل ناجحة وقسم منها معامل تغطي جزء من حاجة السوق المحلية لكن أنا تحدثت أنه توقفت لأنه تكاليف الإنتاج عالي توقفت أنه هي متوقفة ويضخون إلها عشرات العاملين من العاطلين يعينونهم حتى يستلموا الرواتب وأظهرت هذه المنشآت خاسرة الآن أنا أعتقد أنه مسألة الإصلاح أصبحت ضرورة أما يتم التخلص منها بالنسبة للمشاريع الخاسرة والمشاريع التي تحتاج إلى إعادة بناء من جديد فأنا أعتقد أنه هذه ممكن أن تطرح فرصة بالكامل للقطاع الخاص والمعامل الستراتيجية المهمة مثل ما أشار السيد الوزير البتروكيميائيات الحديد والصول المشاريع الطاقة الكهربائية أنا أعتقد أنه هذه ممكن أن تكون بالشراكة مع القطاع الخاص هل تعتقد أن هناك جهات متنفذة تعمدت عرقلة النهوض بالقطاع الصناعي في العراق الحكومي تحديدا وحتى في بعض الأحيان القطاع الخاص من خلال المستثمرين لأنه يهدد جهات أخرى ربما نعم أنا أتفق تماما مع حضرتك في هذا السؤال وهذا ما أشار للسيد وزير الصناع الأسبق أعتقد محمد الدراجي سيد محمد الدراجي أشار صراحة أن هناك جهات كانت نافذة ومتنفذة وكانت تهدد السيد الوزير أنذاك أنه يجب عدم تشغيل هذه المعامل ويجب أنه بقى هذه المعامل خاسرة ويجب أنه تبقى معطلة وهذا أعلن صراحة عبر وسائل الإعلام في أكثر من لقاء تلفزيوني وأنا أعتقد أنه فعلا أنه هناك جهات نافذة لماذا دكتور؟ السؤال هنا لماذا؟ هي كانت طموحة أنا أعتقد أنه تريد تستولي على هذه المعامل لأنه هذه فرص استثمارية كبيرة أولا هي تقع في مواقع متميزة داخل المدن نفسها تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي وهذه الأراضي اليوم قيمتها السوقية أكبر بكثير من قيمة حتى المعمل الموجود وبالتالي أعتقد أنه يفكرون بإقامة أبراج سواء كانت فنادق أبراج سكنية منشآت أخرى غير المنشآت المصممة أصلا من أجلها وهذا واضح سواء كان في منشآت الجلود منشآت النسيج اللي موجودة البتروكيميائيات وكثير من المعامل هي متوقفة لأنه هناك جهات فعلا حاطتها تحت اليد ترجمة نانسي قنقر